موسيقى نرحب بالجميع في أرض المعارف في أبوظبي في العاصمة للحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي لفعاليات مبادرات التبرع وزراءة الأعضاء والأمسجة البشرية هذا المؤتمر يقام في العاصمة أبوظبي بمشاركة أكثر من 7000 مشارك سواء حضوريا أو افتراضيا من مشاركين من 59 دولة المؤتمر فيه شق للخبراء الفنيين بمشاركة منظمة الصحة العالمية وفيه شق للجمهور للتعريف بالبرنامج فيه عرض للقصص النجاح فيديوهات من داخل وخارج الدولة فيه عندنا تاريخ التبرع متى أول السنوات التي بدأت فيها الزراعات المختلفة والإحصائيات الحديثة ونتائج الدول المختلفة كلها تنعرض للجمهور وكذلك فيه قسم خاص للفن والرسومات الفنية التي خصصت للتبرع وزراعة بعضها فاز بالجوائز عالمية كذلك عندنا حضور للشعراء والخصائد التي قيلت سواء باللغة العربية أو الإنجليزية عندنا كذلك عدد كبير من العارضين من خارج دولة الإمارات يستعرضون نماذجهم ونتائجهم بالنسبة لدولة الإمارات البرنامج ينمو بخطوات متسارعة وهذا بفضل ثقافة التضحية والمساواة والتعايش لدولة الإمارات يعني هذا الإمارات العربية المتحدة تحتضن ناس من 200 جنسية ولما حللنا المتبرعين أو المتلقين بين الأحياء والمتبرعين بعد الوفاء حصلنا إلى 48 جنسية هم شاركوا في التبرع أو في استفادة من التبرع فهذا البرنامج الآن ينطلق إلى مرحلة جديدة مرحلة التعريف به بشكل أكبر بين الجمهور النقطة الرئيسية على مستوى العالم في كل الدول فيه نقص بالنسبة للأعضاء فبالتالي الهدف الرئيسي هو تعرف على سبل الوقاية وفي المعرض يكون عرض الكثير من الكتب المجانية والمعلومات عن كيفية تجنب فشل الأعضاء ومن ثم البعض يمكن يريد يتعرف بشكل أكبر على البرنامج الوطني وقصص النجاح والبعض قد يقرر أنه ينظم ويسجل في إبداء رغبته في التبرع لأن إبداء الرغبة في التبرع له رسالة مباشرة وغير مباشرة الرسالة الغير مباشرة أن هذا التخصص مدعوم من جميع أفراد المجتمع والشيء المباشر أن الإنسان إذا أبدأ رغبته لا سمح الله بعد عمره طويل أصلا تبرع لا تنطبق إلا على يمكن واحد بالمئة من الوفيات لكن إذا كان الإنسان في حياته أبدأ هذه الرغبة فصار أسرته سهل عليهم هذا الاتخاذ للقرار وعبء اتخاذ القرار بيكون أسهل بكثير وتجارب الدول الأخرى تقول إبداء الرغبة يساعد أن الجمهور يعرف كيف يتعامل معه لا سمح الله إذا كان لحد بإمكان أن ينقذ الآخرين فبالتالي ما يكون فيه تردد ويكون تكون النتائج إيجابية لمصلحة جميع فراد المجتمع اشتركوا في القناة